السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين النهاردة ان شاء الله بإذن الله هعلمكم ازاي تدل اطفالكم الحقنة بكل سهولة ومن غير ما تلجأوا لصيدلي ولا تلجأوا لأي حد النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتي لطفلة عمرها اقل من 3 سنوات اللي عمره اقل من 3 سنوات ماينفحش ياخد الحقنة في العضلة الوراء تمام لازم يخدتها في الورك تمام كده اللهم صلى الله عليه وسلم محمد انا هد البنتي عمرها 9 شهور ركزوا معايا بالخطوات وجمد قلبكم ان شاء الله بإذن الله هتديلها حقنة ناجحة اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنا الدكتور كان قايل لي خدي بس سنت واحد من الميا على الحونة تمام فهنحضت سنت واحد من الحونة وهرم الباقي هبتدي اللي انا افضيه في الازازة اللي فهل بودرة تمام هي الحونة حونة بتخلط يعني ميا على المساس محمد على البودرة سيما تشايفين انا فتحت السرنجة سحبت صمت ميا وحطيته فضيته في الازازة وما طلحتش الابرة منه علشان الابرة بس ما تبردش وتوجع طفلك تمام خليها زي ما هي ومسيكها كده بترقتي في ايدك ورقي اللي ازازة كويس جدا علشان الدواء يندبك حلو مع الميا تمام كده وتأسفة جدا لصوتي علشان بس عندي شوية برد تمام كده اللهم اصلا محمد بعد من رقي الميا كويس جدا مع البودرة وخلاص اندبه مع بعض هبتدي ان انا اصحب الدواء ده في السرنجة تمام هسحب كله زي ما انتم شايفين كده اللهم اصلا محمد الامر سهل جدا بس كل حكاية انك تجمد قلبك بس تمام جمد قلبك اللهم اصلا محمد وادي لأولادك الحقنة بنفسك من غير ما تليف فيه على حد تمام سحبت بقى كل الميا او كل الدواء اللي في الازازة عندي بقى انا وسويس من حكاية الهواء تمام بفضل خبط كده بصوبة على السرنجة علشان اطلح كل فاكح الهواء اللي في الدواء تمام زي ما انتم شايفين كده بصوبة كده واطلع الهواء يبقى اهم حاجة انك تطلعي فاكح الهواء اللي موجودة في الدواء تمام كده اهم حاجة تطلعي الهواء كويس جدا وبعدين تبتدي تعملي زي ما اقولك بالضبط اول حاجة معي هنا كحال والمستاذ محمد همسح المنطقة كده اللي هتدفع الحقنة لو مش متوفر مش مشكلة اللي بتغسلها كويس بالمية علشان بس ما تلوسي الابرة وهي داخلها تمام بعد كده انحدد المنطقة اللي هندي فيها الحال دي طبعا رجل بنتي الله مستاذ محمد شايفين اللي بمشي صبعي فان الحتة العالية اللي في الرجل دي تمام الجزء العالي الخارجي تمام الله مستاذ محمد يمكن انتم لحظين هيوها ده حقنتين قبل كده في نفس المنطقة يعني في رح بعض الله مستاذ محمد زي ما انتم شايفين كده باختار الحتة العالية وفي وسط الرجل كده ببتدي اللي انا اغرز الحقنة الله مستاذ محمد جميدي قلبك والامر هتلاقيه سحل انا بقلم كده المنطقة تب ايدي زي ما انتم شايفين كده بتلمها كده بصابعك وبتبتدي تغريز الحقنة وفي خمس ثواند بتكون قراص ادات الحقنة وخلصتيها وبحتة قطنة بقى ومنديل نظيف تبتدي تبتدي اللي انتي آآ تمسحي اللهم مستاذ محمد اي دم يطلع او اي حاجة فهو الحمد لله ما طلعش دم بس كان احتياطي كده بمشي المنديل عليه تمام اللهم مستاذ محمد بهرجه تاني هي مش حونة تانية بس انا بعيد المقطع تاني زي ما انتم شايفين كده اعدتاني الخطوات المهمة وركزوا معي اول حاجة هنسحب الدواء ونطلع الهواء منه كويس جدا تمام بعد ما طلعنا الدواء هنمسح المنطقة اللي هندي فيها هو اهم حاجة لحدد المنطقة الصح انا قلتلكم المنطقة الصح هبتبقى في الجزء العالي الخارجي من الواركي تمام وفي المنتصف كده هنبتدي اللم بايدنا زي ما انتم شايفين كده في المواضح في الصورة الم بايد كده واطلع الحتة دي الفوق كده وابتدي لانا اغرز الحقنة كلها وابتدي في خمس ثواني اكون الدات الحقنة اكون الدات الحقنة وغلصت تمام كده دي النقطة المهمة والله مسخة سلام محمد ما تنسوش بقى لانتو ترادوا ابنكو او بنتكو بعد ما ياخد الحقنة يعني لو كان بيرضع ابتدي لانت رضعيه او شليه على كده فيكو طبطب طبطبي عليه وكده وراضيه لانه طبعا لازم هيعيط من الحقنة تمام وربنا يا رب يشفي كل اولادنا واولاد المسلمين جميعا يا رب العالم يا رب تكون استفدتم من الفيديو لو استفدتم حاجة من الفيديو ما تبخلوش علي باللايك ولو انتم مش مشتركين في القناة بتدوشتركوا معايا علشان يوصلكوا مني كل جديد وان شاء الله بإذن الله فيديوهاتنا كلها مفيدة وهدفة وهتستفدوا منها كتير مستنية طبعا تعلاقاتكو جميلة اللي بتشجعني وما تنسوش زي ما قلتلكو باللايك والشير والسبسكرايب واتسيبكو بقى في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته